تمكن نادي منشستر سيتي من الفوز برباعية ساحقة على خصمه الابسباني ريال مدريد صاحب اكبر عدد من الالقاب في دوري ابطال اوروبا مساء امس الاربعاء على ملعب الاتحاد وبلوغه المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخها بعد 2021 وكان الفريقان قد تعادل في مباراة للذهاب بهدف في كال الشابك ويلتقي منشستر سيتي بعد تغالبها ليومع لريال مدريد مع انتر ميلنا لايطالي الذي ضمنت اهلها امسا للثلثة على حساب غريمها لتقاليد ميلنا بثلثية نظيفة اشتركوا في القناة